أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما التحليل بآثار المخلفات وطريقة معالجتها الوحدة التاسعة The Impact of Waste and Waste Treatment نواصل شرح محتاجة هذه الوحدة في هذا المقطع نتناول الآثار الصحية للنفايات الآثار الصحية للنفايات تلوث الهواء بالغازات الصائدة من النفايات تكاثر الحشرات الزباب انتشار روايح الكريهة وعديد من الأمراض وكذلك بيئة خصبة لبكتيريا التايفويد التي تبقى فعاليتها 40 يوما المخلفات الكيميائية مثل مركبات السيانيد تحرق التربو وتفقيد قدرتها الإمباتية وتفقيد قدرتها الإمباتية زم مركبات السيانيد هي من المركبات الخطيرة التي تؤثر على القدر الانتجاه للتربو زيادة استهلاك الأكسجين الزائف في الماء ويؤدي إلى حرم الكائنات البحرية من الأكسجين وكذلك إلى موتها زيادة استهلاك الأكسجين وجود بعض العناصر السامة في النفايات السائلة مثل الكروم والزئبق والرصاص والفينيديم طرح النفايات في البحار يسبب خلال البيئ ما يؤدي إلى غتل الكائنات الحية التي تعيش فيها تسرب الملوثات المعدنية والانتقال إلى السكان عبر أنابيب المياه أي تسرب يمكن ينتقل إلى الأنابيب وينتقل إلى السكان عبر تلك الأنابيب أنواة تلوث البيئة البحرية الصناعات النفطية الملاحة البحرية حوادث ناقلات النفط ومياه الموازنة وهي المياه التي توازن الشحنة بتاعة السفينة فبالتالي يمكن أن تفرق في وسط البحر وتؤدي إلى كوارث بتفريق بعض الملوثات البترولية الموجودة فيها